اشتركوا في القناة وانتقلت الى مناطق شمال وشرق سوريا ومن ثم الطبقة والرقة ودير الزور حتى الباغوز واستطاعت ان تخلص المنطقة والشمال السوري والعالم حتى من هذا الارهاب الذي مارس افعاله الغير الصحيحة البعيدة عن الاسلام في مناطقنا ونحن كعشائر نقف الى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن الارض وتحمي البلاد وتنفذ مشروعها الامة الديمقراطية واخوة الشعوب نحن كعشائر لا بد لنا ان نقف الى جانب هذه القوات التي قدمت الاف الشهداء والجرحة والتي ما زالت مستمرة في مكافحة الارهاب والخلايا الارهابية التي تتحرك عبر اجندات خارجية وفي مقدمتها ارهاب داعش وندعو كافة العشائر المتواجدة في المنطقة كما ندعو ابناء العشائر الى الالتفاف خلف هذه القوات والانتساب اليها للدفاع عن هذه الارض التي نعيش عليها حتى يتحقق الامن والامان الذي نريده ويريده شعبنا علما ان مناطقنا التي نعيش عليها الان هي من اكثر المناطق امنا في سوريا ونكرر وقوفنا الى قوات الى جانب قوات سوريا الديمقراطية ونتمنى لها دائما ان تكون القوة المدافعة عن الحق والرافعة صوت الحق والحقيقة اذا اخذنا احصائية لل انتمعات الموجودة ضمن هذه القوات نرى ان نسبة كبرى في هذه القوات لابناء العشائر وابناء العشائر كلها ملتفة حول هذه القوات ونحن دعينا الى هذا الالتفاف علما ان كل المكونات الموجودة في المنطقة هي مشاركة مع هذه القوات لانها قوات تدافع عن هذه الارض وتحمي شعبنا الموجود في هذه المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة